استقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سوها جندي لبحث الأليات الخاصة بتصويت المصريين المقيمين في الخارج خلال الانتخابات الرئاسية المرتقبة وأوضحت وزيرة الهجرة أنه يوجد تعاون وتنسيق مستمر بين الهيئة الوطنية للانتخابات والوزارة لتوفير كافة التسهيلات للمصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم مؤكدة الدور الوطني الذي يقوم به المصريون بالخارج تجاه وطنهم ومشاركتهم في كافة الاستحقاقات الدستورية وفي الحياة السياسية بوطنهم الأمة وخلال اللقاء وجه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بموافاة وزيرة الهجرة بآليات وضوابط التصويت الخاصة بالمصريين بالخارج وكافة الإجراءات التي من شأنها تيسير على المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية وكذلك المواد الإعلامية المعدة لتلك الإجراءات وكيفية التصويت ترجمة نانسي قنقر